هو أيضاً باحث وخبير في قضايا اللاجئين وخبير في السياسات العامة تفضل زيادة شكراً مكرم وشكراً للقيمين ومنظمي هذا المؤتمر السياسة بالبلد منه تقني بشان هيك رح يكون عندي خمس ملاحظات انطلاقاً من العنوان الإشكالية هل الانتخابات هي بداية تغيير أم شرعاً للواقع الحالي لبنان دولة علق فيها الدستور وعطلة المؤسسات واستبيح بكل مفاصلة إمكان التداول السلمي المنتظم للسلطة نحن بلد محتل محتل بهذا التحالف القائم بين المافيا والميليشيا بهذا المعنى فيه اختلال كامل بموازين القوى بالعملية الانتخابية على كل المستويات فيكي راحت أكتر بالحاجة لإصلاحات بنيوية وهذا شي ضروري بما يعني أنه يجب استكمال الضغط لقيام الانتخابات في موعدها ويجب الاستعداد لها لخوضها ولكن يجب أخذ بعان الاعتبار أول بنية مؤسسة في الخلل بها العملية هو اختلال موازين القوى لازم نعرف أنه إذا صارت الانتخابات راح تفخخ وإذا طيرت الانتخابات تطيرها كمان مفخخ لأنه نحن لا نمسك أبدا وأتكلم عن ثورة 17-20 وكل القوى المجتمعية الحية التي تريد التغيير في لبنان المقيمين والمغتربين لا نملك أبدا أدوات السلطة بهذا المعنى الاعتراف باختلال موازين القوى والاستعداد لتفخيخ العملية الانتخابية إذا أجريت وتفخيخها إذا طيرت أيضا يجب أن نستعد فيه لمقاومة مدنية سلمية لأنه هالسيناريوان هنه سيناريوان شيطانيين راح يكون ملاحظة تانية كيف منصوب موازين القوى في عنا مستويان هل نحن بمواجهة لإعادة تكوين السلطة أو لتحرير السلطة من يلي عم بيحتلوها عقائديا وزبائنيا وعسكريتريا هيدا سؤال جوهري بعتقد نحن بمواجهة مع السلطة مش لإعادة تكوين السلطة لتحرير السلطة من محتلين بعتقد هيدا مفهوم بده بحث كتير في مسار الاستعداد للانتخابات نقطة تانية هل نحن بمعركة الاستلاء على السلطة كقوة تغييرية أو بمعركة إعادة تحديد مفهوم الحكم بالبلد وهيدا نقطة بده بحث بالرؤية وبالبرنامج وبالقيادة لأنه عمليا تم قطع الصلة بالكامل بين مفهوم الشأن العام ومفهوم الخير العام ومفهوم الخدمة العام أم المعارك بوجه المنظومة أولا هو تصويب هالمفهومين نحن بمواجهة لتحرير السلطة من محتلينها ونحن بمواجهة لإعادة تحديد مفهوم الحكم مش للاستلاء على السلطة فقط وبعتقد هذه قضية شديدة التعقيد يجب أن تقرأ بلحظتها التاريخية بما يعني التغيير المتوسط والبعيد المدى وليس فقط في لحظتها الراهنة التي هي لحظة الانتخابات فيها محطة ونتيجة وليس تهدف ملاحظة التالتي إذا اعترفنا باختلال موازين القوى وحوالنا نصوي بها الموازين بعتقد من المفيد أن نضع بسلم أولوياتنا تفكيك وعقد أساسية بالعملية الانتخابية بتتعلق بالرأي العام الناخب المشكلة ليس مع المنظومة بالأول المشكلة مع القواعد الزبائنية والاستزلمية للمنظومة لأن من صنع هذه المنظومة هي القواعد هل نستطيع تفكيك المسار التبع الزبائن الاستزلامي للمنظومة؟ وهذا سؤال مهم كتير يلي بده بحث كيف تخلق ذهنية جديدة بعملية انتخابية بقدر ما مهم إجراء إصلاحات دنيوية بالقانون وبإدارة العملية الانتخابية بقدر ما يجب أن نعي أنه المعركة الأساسية هو معركة مع الرأي العام الناخب وفي كتلة رمادية بالبلد يائسة عدا الكتلة الزبائنية المستزلمة هالكتلة اليائسة كيف بتستقطبها تحتى تقلها في مشروع بديل بالبلد في قدرة على بديل حكم جدي بالبلد يعيد لبنان إلى فرادة رسالته بما يعني المواطن الحضن للتنوع بما يعني الحكم الرشيد واستعادة ميزات لبنان التفاضلية أولا على المستوى الوطني ومن ثم على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي مع إعادة لبنان إلى الشرعية العربية والشرعية الدولية بهذا المعنى باعتقد أنه ضرب المسار الميركانتلي الاستزلامي للقواعد الانتخابية للمنظومة أساسي ويمكن أن أعطي مثل بسيط عم بيصير هلأ هو البطاقة التموينية البطاقة التموينية التي أقرت بدون اعتمادات والتي يمكن أن يأتي إلى لبنان اعتمادات لها والنقاش قائم مع المؤسسات الدولية مع أيضا إعلان صندوق النقط الدولي أنه يمكن أن يجير لبنان 900 مليون دولار من ضمن المساعدات العامة اللي عم بقرة الصندوق لكل الدول بعد جائحة كورونا السؤال المطروح بيبقى أنه كيف ستستعمل هذه الأموال وما قدرة الرقابة عليها مش راح أقول في خوف بس بقول يجب أن نتوجه إلى الرأي العام الناخب بأنه نحن لسنا وطنا فقيرا نحن وطن أفقر ولا يمكن أن نعتاش من الإعاشات التي تقدم لنا بهذا المعنى ضرب القاعدة الزبائنية هي أساسية لأنجاز تصحيح موازين القوى في العملية الانتخابية ملاحظة الرابعة هي أي رقابة على الانتخابات في عنا رقابة محلية بدي يقوم فيها الرأي العام الإعلام له دور أساسي هيئات المجتمع الدولي المدني إلى دور أساسي محلياً وفي عنا رقابة إقليمية ودولية ولكن كمان الرقابة الإقليمية والدولية ما بدأ تكون رقابة فولكلورية يعني بعثنا وفد صرفنا عليه أموال بس تحتى يبرم يعمل عمليات زيارات للمواقع الميدانية للانتخابات بدي يكون فيه رقابة سابقة للعملية الانتخابية وباعتقد هون في دور أساسي لمجموعة الدعم الدولي الخاصة بلبنان تحتى نخرج من منطق العمل المتفرد للاتحاد الأوروبي وللجامعة الدول العربية وللأم التحدي فيه مجموعة دعم دولي خاصة للبنان أنشاء مجلس الأمن مجموعة الدعم الدولي الخاصة للبنان إذا بدأ تروح بعملية جدية بالرقابة على الانتخابات يجب أن تكون رقابة سابقة رقابة خلال الانتخابات ورقابة لاحقة وبأي حال نحن عم نواجه برجع بقول موازن قوى مختل أين تكون هذه الرقابة الملاحظة الخامسة إذا سيناريو إنجاز الانتخابات مفخصة وسيناريو تطيير الانتخابات مفخخ ونحن شاهدنا سيناريو تطيير الانتخابات على ثلاث دورات سابقة وكنا بوضع يعتبر business as usual نحن هلأ بوضع عملياً قد تكون المنظومة بقواعدها الزبائنية مرتاحة ولكن أيضاً هي عندها تساؤلات بهذه العملية الانتخابية لأنه في جوب البلد ناقم عليها ما بدنا ننسى أبداً نحن مع منواجه منظومة تقليدية مع منواجه عملية تغيير ديمقراطي بلد محتل في منظومة تملك السلاح وعندما أقول تملك السلاح يعني هي تجير كل تحالفاتها تحت وطئة هذا السلاح مع عقائدية مشان هايك في كتلة أيضاً بالبلد إمكانية اختراقها ولو كان بالنسب المئوية تصويتاً قد تحدث تغيير ولكن لا يمكن اختراقها بالمعنى التمثيل أختم وأقول بعتقد بقدر ما نحن بمعركة تحرير السلطة مش إعادة تكوين السلطة فقط نحتاج في الاستعداد لعملية الانتخابية أولاً أن نعيد إنتاج مفهوم القضية اللبنانية نحن مش بأزمة في لبنان هناك قضية لبنانية نحن معنيون بإعادة إنتاجها واللقاء اللي صار من ثلاثة أيام بالفاتيكان أعاد تصويب البوصلة نحن أمام قضية لبنانية يجب أن نخوض معركتها في الداخل وفي الخارج بشكل متوازن والنقطة الثانية على المدى المتوسط والبعيد بعتقد نحن مش أمام تحدي فقط إعادة إنتاج السلطة وإعادة تكوينها ولكن أيضاً أمام تحدي إعادة إنتاج الشخصية اللبنانية على قاعدة المعايير الأخلاقية ولكن أيضاً أمام القاعدة المعايير الأخلاقية اشتركوا في القناة